بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين أهلا بحضراتكم على قناة SDC مع كورس التحليل الفني لزوج العملات يورو دولار على فريم أربع ساعات ومع الحلقة السادسة تحت عنوان تحليل تداولات يوم الثلاثاء الموافق 7-9-20-21 عندي في هذا اليوم 6 شموع رقم 1 شمعة بيعية حمراء فتحت الساعة 3 صباحا وأغلقت 7 صباحا رقم 2 شمعة شرائية خضراء فتحت 7 صباحا وتغلق 11 صباحا رقم 3 شمعة بيعية حمراء فتحت الساعة 11 صباحا وتغلق 3 ظهرا رقم 4 شمعة بيعية حمراء فتحت الساعة 3 ظهرا وتغلق 7 مساءا رقم 5 شمعة بيعية حمراء تفتح 7 مساءا وتغلق 11 مساءا رقم 6 الشمعة الأخيرة شمعة خضراء شرائية تفتح 11 مساءا وتغلق الساعة 3 صباح اليوم التالي والآن مع التحليل الفني لهذه الشموع في هذا اليوم مبدئيا هذا اليوم يوم يغلب عليه الطابع البيعي عندي 4 شموع حمراء دبابية بيعية سيطروا على السوق لمدة 16 ساعة وعدد 2 شمعة خضراء شرائية ثرانية سيطروا على السوق لمدة 8 ساعات وبذلك كان الاتجاه هنا في الماينر تريند متوافق مع تريند العام للسوق فتح السوق بشمعة بيعية حمراء على شكل شوتينج ستار بدأت الساعة 3 صباحا في هذا اليوم هذه الشمعة لامست خط الاتجاه الهابط اللي باللون الأصفر وهو هنا يمثل منطق الدعم للاتجاه الهابط عشان كده الشمعة دي خبطت لأسفل المشترون حاولوا يرفعوا السعر لأعلى ظهر ذلك فعلا في الشمعة التي فتحت الساعة 7 صباحا وانتهت 11 صباحا حيث كانت شمعة خضراء شرائية على شكل هنجنجمان رجل معلق أو رجل مشروق وهي شمعة عاكسة للاتجاه وعندما لمست الشمعة الخضراء التريند الهابط لم تستطع اختراقه أو كسره وظهر ذلك جليا في الشمعة التي فتحت بعدها 11 صباحا وأغلقت 3 ظهرا حيث صار السعر في الاتجاه العام وهو الاتجاه البيعي إلى أسفل فكانت هذه الشمعة الحمراء القوية التي تدل على قوة البائعين وأنهم فعلا لهم الغلبة وهذا واضح في حجم وطول هذه الشمعة ومما أكد هذا الهبوط القوي للبائعين وسيطرتهم على السوق الشمعة الحمراء التالية التي هبطت إلى أسفل والتي فتحت 3 ظهرا وأغلقت 7 مساء ثم الشمعة التي تلتها أيضا حمراء بيعية دبابية فتحت الساعة 7 مساء وأغلقت 11 مساء لكن وكما هو واضح على الشرط أنها لاقت مقاومة قوية جدا من قبل المشترين خاصة أنها جاءت عند منطقة مقاومة واضح ذلك جريا في الشمعة السادسة والأخيرة التي فتحت الساعة 11 مساء وأغلقت 3 صباحا اليوم التالي لذلك تجد هذه الشمعة خضراء شرائية فهل سيواصل السعر الصعود لأعلى بناء على هذه الشمعة الخضراء التصحيحية أم سيواصل السعر السير بعدها في نفس الاتجاه السابق الذي كانت عليه وهو الهبوط هذا ما سوف نعرفه في اللقاء القادم إلى أن ألقاكم لكم خالص تحيئات مستر محمد السيد السلاموني ترجمة نانسي قنقر